فصل جديد من استجل الأكاذيب الحمسوية وآلاتها ديعية بعد الكشفة نديلة أخرى عن استخدام حماس لمستشفى كمال عدوان في جباليا فهذه هي الاستراتيجية الحمسوية التي تقضي باستخدام المستشفيات لأغراض الهرابية وهذا ما حدث أيضاً في مستشفى شفاء ورنطيسي والقدس فعلى مدار آخر 24 ساعة يتم مبثي أكاذيب عبر شبكات التواصل وآلات الديعية الحمسوية بشأن نشاط قوتنا في المستشفى كمال عدوان في جباليا والتي سأقوم الآن بالتفنيدها أولاً في هذا المستشفى تم العثور على الجثف كانت مقبورة في هذه المنطقة من قبل والتي لا تموت بأي سلة لنشاط قوتنا ثانياً على أكس الأكاذيب التي يتم تدولها فجيش الإفاء لم يعمد إلى الدفن الأحياء في محيط المستشفى بل بالعاكس فقد بذلنا في هذه الحالة مثل حالات أخرى كل ما يوصعنا من أجل تجنب المساس بالأشخاص غير المطورطين وقد سمحنا لهم بمغادرة المنطقة وقمنا بمنشداتهم على مدار أيام بالخروج منه وعدم البقاء مع الإرهابين المتحسين هناك وثالثاً تم استغلال مستشفى كمال عدوان بشكل سخيف من قبل لوائش حماس كغتاء مدني لتنفيذ مخطط إرهابية ومخطط قتل علماً بأن حماس قد أدارت من محيط المستشفى أحد مقاراتها القيادية خلال نشات اعتقلت قوتنا لعشرات من المنصر الإرهابية رأيتمهم مع الأسلحة يخرجون يستسلمون لقوتنا العشرات منهم أيضاً أولئك الذين شاركوا فعلاً في مجزر السابع من أكتوبر وقد وجدنا داخل المستشفى وسائل قتالية تم تخبيئتها في قسم الأطفال الرضع داخل قواضن والتي كان يفترض استخدامه لمعالجة الخضج من أجل تبرير مزاعمها الكاذبة تبثوا أبواق الدعاية الحمسوية مقتى فيديو قديم تم التقاته في عام 2013 ويزعمون بأنه مقت فيديو تم التقاته من المستشفى في اليام الأخيرة فأكذوبة هذه أكذوبة أخرى تدافل السجل الأكذيبة لا منتهية لحماس وأبواقها ونحن سنواصل كشف تلك الأكذيب وكشف الوجه الحقيقي لحماس هذا من جانب ومن جانب آخر سنواصل الضرب والتفكيك بنية حماس الإرهابية حيث لا تتمتى أي بنية تحتية تستخدمها حماس للإرهاب بأي حصانة